بالطبع بعد تأكيد وزارة الصحة لهمية أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة في جميع مراكز اللقاحات بالمملكة وكذلك أيضا هناك بعض الجهات منها وزارة التجارة التي أصدرت بيانها بعدم دخول المجمعات التجارية إلا بعد أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة بداية من الشهر الثاني في السنة الميلادية القادمة بالتأكيد كل هذه القرارات لأجل صحة المواطن والمقيم وهمية أخذ هذه اللقاحات نتواجد اليوم في مركز اللقاحات بمركز الأمير السلطان الحضاري بجازان ويسعد أن يكون معي الآن الدكتورة بشاير غبين مديرة مركز اللقاحات للحديث أكثر عن تفاصيل هذه الجرعة التنشيطية ومدى أخذها من المواطن والمقيمين بداية حياتك دكتورة وحدثيني بشكل أوسع عن كيف تشوفين أخذ المواطن والمقيمين للجرعة التنشيطية الثالثة بداية أخذ اللقاح في مركز الأمير السلطان الحضاري متزايد بشكل مستمر هل تشوف أنه مثلا التوافد من قبل المقيمين والمواطنين يسير بشكل جيد خصوصا مع التأكيدات الأخيرة من الجهات لأخذ الجرعة التنشيطية الثالثة نعم هناك وعي لدى المجتمع لأخذ اللقاح طيب في النهاية أريد أن أسأل سؤال نجد هناك في اللحظات الأخيرة يعني إهمال كبير جدا من البعض يأتي في اللحظات الأخيرة لأخذ الجرعة التنشيطية أو لأخذ الجرعات بشكل عام ردك على هؤلاء خصوصا أنه يسبب ضغط على الممارسين الصحيين كذلك ضغط حتى على الإشارة العام ردك عليهم ونصيحتك كذلك لهم بأخذ الجرعة في وقت مبكر نصح جميع المواطنين والمقيمين بنبادرة بأخذ اللقاح وقاية من المرض